أصدر بيانا حاسما وهذا يؤيد ما كنت أنا أقوله باسم المراجع سابقا أحيانا نلاحظ أحيانا المرجع قد لا يصرح لا يفصح ولكن قد يومي أو يوعز إلى شخص يثق به هو الذي يصرح أحيانا المرجع بالمرحلة الأولى لا يرى مصلح أن يتكلم هو بنفسه فيوعز إلى آخرين وأنا في الفترة السابقة أنا حذرت من أبواق الفتنة اللندنية والأمريكية وقلت بأن هؤلاء لا يمثلون ماذا بأهل البيت هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يخدمون إلا المشروع الأمريكي ولو كانت النية صادقة أنا أتكلم بالعمل فإذن الأخيرا نعم سماحت السيد السستاني دامضله الشريف وأيضا بعض المراجع أصدر بيانا واضحا أدان فيها هذه الأصوات وخصوصا الآن في العراق الذي يعيش حالة من التشنج المذهبي لهذا السبب علينا نحن أن نقفل هذه الأصوات علينا أن نصد هذه الأبواق أبواق الفتنة والفتنة أشد وأكبر من القتل أن نصد هذه الأبواق وعلى الأقل أن لا نشجعها لأنها تأخذ من دمائنا هي تصفك هذه الأبواق مع التكفيريين هؤلاء هم الذين يصفكون دماء المسلمين ويزرعون الفتنة والكراهية بين المسلمين والحمد لله بأنه أنا الذي ذكرته كما ذكرت قبل قليل هو رأيي المراجع وكنت أعلى بأنه هو رأيي المراجع العظام